اشتركوا في القناة وما يصح هنا القول معركتها نوعا ما الانتخابية الكثير من التفاصيل المثيرة والفيديوهات والتشويه للصورة الحسنة لبعض النشطاء والمرشحين كيف رأيت الوضع حتى هذه الساعة نعم وإذن نحن في اليوم المنتظر الذي ينتظره كافة أبناء المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني نحن نتحدث منذ انطلاقة الحملات الانتخابية قمنا بتغطية خاصة في كافة البلدات العربية رأينا ازدياد عدد النساء اللواتي أعلن ترشيح أنفسهن لانتخابات هذا العام عبر قوائم مختلفة أو قوائم نسوية بحتة أو حتى هناك يتواجد نساء أعلن عن خوضهن أو ترشيح أنفسهن لمنصب الرئاسة رئاسة مجالس البلدية وأيضا نحن نتحدث أيضا عن وجود ازدياد في أعداد القوائم العربية المشتركة والقوائم العربية اليهودية في البلاد المختلطة لربما لإحداث تغيير من نوع آخر تغيير يصب في مصلحة المواطن العربي في تلك المدن إذن نحن الآن في مدينة الناصرة في ساحة العين نحن نتحدث عن قرابة 59 ألف مصوت في مدينة الناصرة يتنافسون أو يصوتون لمصلحة مرشحان اثنان لمنصب رئاسة البلدية وهما السيد علي السلام الرئيس الحالي لبلدية الناصرة وأيضا المرشح الثاني وهو وليد عفيفي أيضا نتحدث عن وجود خمس قوائم للعضوية وأيضا نسبة الاقتراع لربما ستصل لما بين 70% أو حتى 80% إذن هذه الأجواء اللي ربما هنا هي هادئة نوعا ما حتى هذه اللحظة ولكن نحن لذن نذكر أن بداية الحملات الانتخابية في مدينة الناصرة شاهدنا توترات ومشاحنات ما بين مؤيدي كلا المرشحين لكن حتى الآن لا توجد أو لم يبلغ عن وجود أي مشاحنة في أي صندوق يتواجد في مدينة الناصرة أصوات من مدينة الناصرة نادت أو دعت لعدم وجود أو عاقة أجواء الانتخابات الديموقراطية حيث أن باعتبار ذلك النتيجة الحتمية أو النتيجة النهائية التي ستصدر بعد فرز صندوق الاقتراع ستصب في مصلحة مدينة الناصرة بلا شك وستصب أيضا في مصلحة سكان مدينة الناصرة بشكل خاص آمين آمين خليل بأن تصب في مصلحة الناصرة 19 مقعدا في المجلس البلدي في المرة السابقة لا يوجد كتلة استطاعت أن تحسم الموضوع وكل كتلة احتاجت لإتلافات مع كتل أخرى لكي تشكل اتلاف المعارضة داخل الناصرة وفي الثلاث أشهر الأخيرة تكتلت كل الكتل ضد رئيس البلدية وضد قائمة ناصرتي واستطاعوا إسقاط الميزانية وحل المجلس البلدي السؤال هذه الأجواء التي كانت خلال الفترة الأخيرة لاحظت بناء عليها خليل اليوم بأن هناك تواجد استثنائي لكوى الأمن والشرطة الإسرائيلية في المدينة أمطل الوضع عادي بالتأكيد اليوم نحن نتحدث عن وجود أو دعم ثلاثة قوائم للعضوية للمرشح الثاني وهو السيد وليد عفيفي ونتحدث عن قائمتان فقط تدعمان السيد علي السلام وهي ناصرتي والقائمة الموحدة بالتأكيد هناك وجود عناصر غير عادية في عناصر شراطية في مدينة الناصرة في الشوارع وأيضا في مراكز الاقتراع حفاظا على عدم وجود أي مناوشات أو أي لربما إعاقات لأعمال أو لسير عمل الاقتراع ولعدم إعاقة أي مصوت يريد أن يصوت في هذه المرحلة زي الصحفي خليل أديب شكرا جزيلا لك كنت معنا من الناصرة ونأمل أن يتبقى الأمور على ما هي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر